سوزان في الجد على طول في الجول على طول من اللعيبة اللي ممكن نشوفها قريب بيعني الزمالك عن ضمهم موسم الصفقات بدأ بدر شوية قبل انتهاء بطولة الدوري يعني فيه تنين اللعيبة خلينا أستاذ كريم أكلمك عليهم إبراهيم عادل مصطفى فتحي طول دلوقتي الناس بتسأل إبراهيم عادل هل هينضم للنادي الأهلي مصطفى فتحي موقف وإيه ليه برامة زقاعلن النهاردة التجديد لإبراهيم عادل خلينا أقولك أن التجديد لإبراهيم عادل مش النهاردة ولا مبارح ولا الأسبوع اللي فات ولا من شهر إبراهيم عادل مجدد من حوالي ست أو سبع شهور لبيرامتز بيرامتز تجديد النهاردة وحتى كل المواقع وسائل إعلام تنقلة الخبر إن على أساس أن بيرامتز التجديد حاليا دلوقتي فيه أزمة قائمة بين بيرامتز ومامل إبراهيم عادل إبراهيم عادل للفترة اللي فاتت كلها رافض إن هو يستمر مع بيرامتز متمسك إن هو عايز يروح لأهلي وجهته أنا عايز أروح لأهلي حتى جاله كذا عارض من بره بالصورة أخبطه إن هو عايز يروح لأهلي ما حصلش الاتفاق ما بين بيرامتز والنادي الأهلي على النواحي المالية في الأول كان طلبات بيرامتز وصلت لخمسة مليون دولار بعد كده المقابل المادي نزل لتلاتة مليون دولار وعارض النادي الأهلي الأرقام ديت يعني على مسئوليتي ملف المفاوضات كان مسكو كمان الأستاذ يرسين منصور هو اللي كان متولي الملف قبل ما يمشي آخر رقم النادي الأهلي عارضه كان اثنين مليون دولار وآخر رقم بيرامتز طلبه تلاتة مليون دولار ففيه فجوة بيرامتز بإعلانه النهاردة التجديد لإبراهيم عادل بيوصل رسالة إن اللاعب موجود معي ما فيش نية أن أنا مشيه ولو همشيه همشيه بشروتي طيب إبراهيم عادل ما كفه إيه بعد التجديد يعني أنا تواصلت مع مصدر مكرب من إبراهيم عادل اللعب مدي لحد دلوقتي متمسك أنه عايز يروح لأهلي دلوقتي مدري التنفيذ لبيرامتز أنه هو نفس روح الأهلي وطلب منهم بشكل ودي كده أن أقوله من نيتي يعني أنا معاكم وعملت كل حاجة فسيبونا همشي روح الأهلي أهلي الأهلي واخد خطوات الأهلي واخد خطوات ممكن الصفقة تخلص ممكن الصفقة تخلص يعني الباب لحد دولارة ما تقفلش ما بين النادي الأهلي وما بين بيرامتز عظيمة ده براهيم عادل بالنسبة لمصطفى فاتحي أحد صحف السعودية النهاردة قالت أن مصطفى فاتحي خلاص تمت الموافقة ما بين النادي الأهل ونادي التعاون السعودي بشكل نهيئة على بيع مصطفى فاتحي تواصلت مع المسؤولين في النادي التعاون السعودي فترة لفاتح كلها كانوا رفضين أن هم يطلعوا في الإعلام كانت المفاجأة أن هم قالوا لي أن الحد دلوقتي ما فيش عرض رسم يجي من النادي الأهلي كل الكلام اللي جاننا كان مجرد كلام من وسط أو أكلة وفيه شخصية من النادي الأهلي اتكلمت مع أحد المسؤولين في النادي التعاون بس كفاكس أو عرض رسم يوصل ما وصلش